السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني النحالين في جميع انحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن الخاصة ارحب بكم اجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابري والنحل القناة التعليمية في مأساة يشهدها الجميع في العالم وخاصة في القطاع النحلي في الوطن العربي مأساة انهيار مناحل باكملها او بجزء منها بسبب ارتفاع درجة الحرارة عند ارتفاع درجة الحرارة هناك تأثير مباشر على خلايا النحل اذا لم يقم الاخذن حال بتدارك الموضوع مسبقا اقراءات وتحذيرات وامور مهمة في هذا الفيديو المهم جدا نتطرق فيه حول الوقاية السعيد اخ عبد الرحيم بالاونة الاخيرة كثر الحديث حول دور الحرارة في انهيار طوائف النحل وقد رأينا وسمعنا عن هلاك اعداد كبيرة جدا من طوائف النحل في سوريا في العراق في الاردن في سوريا وصلت اعداد النحل الهالك او المنهار الى الالاف فحسب احصائيات رسمية انه وصل العدد الى الفين خلية في منطقة الجزيرة الى واحدها وهذا رقم غير مسبوك يعني انه المناحل يعني تموت كلها بشكل كامل هذا شيء غير مسبوك طبعا الحديث يعني عن هذه ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة يعني كان يعني موضع حوار في جميع المنتليات لانه هذه الموجة الحرارة اللى احنا مرينا فيها يعني غير مسبوكة غير مسبوكة من حيث اه ارتفاع الحاد في درجات الحرارة وغير مسبوكة ايضا في طول فترة الحرارة هذه فعالة يعني كانت بتمر في الصيف ايام حارة تصل فيها درجة الحرارة الى ما يقارب الاربعين ولكن هذه الايام كانت تكون يوم يومين وتنتهي هذه الموجة لكن السنة اللى صار انه كان فيها تقريبا اكثر من اسبوعين متواصلات ودرجة الحرارة تتجاوز الخمسة واربعين في بعض المناطق وخصوصا الشمال السوري وبعض مناطق العراق وبعض مناطق التزيرة العربية لانه تقريبا يعني كان مركز الحرارة في منطقة الشمال السوري ولكن بشكل عام منطقة الشرق الاوسط كلياتها تعرضت الى هذه الموجة ولكن تفاوت في درجات الحرارة لكن اخ عبد الرحيم اذا بدنا يعني نجاوب بشكل سريع وشكل مباشر انه هل ارتفاع درجات الحرارة هل يؤدي الى انهيار او موت وهلاك طواف النحل بهذا الشكل اللي احنا شفناه الجواب بكون لا اذا لابد من انه صاحب درجات الحرارة هذه عامل اخر حتى تنهار هذه الطواف او تموت او تهلك وهذه من هذه العامل هو العامل الاساسي وهو المسكن المسكن هنا يلعب دور كبير في انهيار طواف النحل مع ارتفاع درجات الحرارة فكما هو معروف انه في داخل الخلية سواء ارتفعت درجات الحرارة الى بشكل متطرف او انخفض الدرجات الحرارة الى بشكل متطرف ايضا كما هو الحال حاليا انه وصل درجات الحرارة في منطقة الشمال السوري الى حوالي سبعة واربين ثمان واربين في الشتاء ممكن انها توصل الى سالب عشرة لكن ما منشوف لما بيكون درجات الحرارة سالب عشرة برضو درجة الحرارة في داخل الخلية بتظل ثابتة وهي تقريبا من 33 الى 36 يعني انزلت في اقصاها بتكون 36 وفي ادنها ممكن تصل الى 33 اذا هنا درجة الحرارة بتكون في داخل المسكن ثابت طب ما الذي يؤدي الى تغيير درجة الحرارة هذه النحل يتحمل درجة حرارة حتى 38 لكن ليس لفترات طويلة يعني ممكن لو دخلنا بخار ماء في داخل الخلية هذه وكان درجة البخار الماء هذا 48 النحل بضل عايش ما بموت لكن اذا زالت الفترة فترة الفترة مثلا ممكن نوصل لدقائق ممكن لعشر دقائق او الى اخير اما اذا زالت ارتفاع درجات الحرارة ل38 لفترة طويلة ممكن ننحي اليالك ما بتوصل درجة الحرارة مهما تكون درجات الحرارة في خارج حتى لو وسط 50 مش رح توصل درجة الحرارة في خلية الى 48 بحيث انه يموت النحل بشكل كامل اذا لابد من انه يكون فيه هناك برضو فيه اسباب تساعد درجة الحرارة هذه على قتل النحل ومنها انه يكون مثلا الصندوق غير مناسب لحياة النحل يعني الصندوق اللي بد يكون مناسب ويستطيع ان يحمل خلية من درجات الحرارة المتطرفة سواء صيفا او شتاء سواء كانت درجة الحرارة عشرة تحت الصفر او كانت درجة الحرارة خمسين فوق الصفر لابد من انه يكون هذا الصندوق يتناسب مثلا سماكة الخشب تلعب دورها اذا كان عنا مثلا سماكة الخشب من اثنين ونص الى ثلاث سنط سماكة الخشب وعنا الغطاء وهو الغطاء الخارجي هنا هو اللي بيلعب الدور الكبير في الحفاظ على درجة الحرارة في داخل الخلية فاما بد يكون في عنا سماكة خشب كبيرة جدا وبالتالي بتصير صعب على النحال انه يتعامل مع نحله طول السنة انه يكون يتعامل مثلا بسماكة خشب ثلاث سنط او اربعة سنط وبتكون يعني ثقيل ومش سهل على خاصة المناحل المتنقلة فلابد من هنا انه يتدخل النحال ويكون في عنده عازل حرارة تحت الغطاء الخارجي وافضل ما يعني ممكن استخدامه فيه هو الفلين ربما فيه بعض اسماء اخرى الناس بسموه ستريبور الناس بسموه الكلكل الناس بسموه فلين اللي هو العازل الحراري كل واحد سنط من الفلين بعطيك عازل وكأنه قطعة خشب تساوي اربعة سنط فاذا انت اضفت اثنين سنط من الفلين تحت الغطاء الخارجي بتكون كأنك وضعت قطعة من الخشب وزن سماكتها من سبعة الى ثمان سنط فبتكون عزلت الحرارة من الغطاء الخارجي بشكل كامل واكثر ما يتعرض الو او اكثر ما يؤثر على ارتفاع درجة الحرارة خصوصا بالصيف هو الغطاء الخارجي لانه بتكون اعلى درجات الحرارة هي وقت الظهيرة ووقت الظهيرة بتكون تقريبا الشمس متعامدة على الخلايا شعة الشمس صاقط بشكل عمودي على الخلية وبتكون تأثيرها الكبير جدا على الغطاء الخارجي الغطاء الخارجي من الخارج هو عليه قطعة معدنية القطعة المعدنية هذه تكون بامتصاص الحرارة وترتفع درجة حرارتها يعني ممكن تصير درجة حرارة للغطاء المعدني هذا ممكن انها توصل الى ستين وربما اكثر يعني ما بتقدر تحط ايدك عليها ولا بتقدر تلمسها الخشب سيكون بنقل جزء من هذه الحرارة الى الخلية القطعة الفلين او قطعة العازل هذه ستمنع تأثير الحرارة هذه من انها توصل الى الخلية فالاجراء الاول لازم نكون بعزل الغطاء الخارجي الامر الاخر لابد من انه ندهن الغطاء الخارجي بدهان عكس الحرارة طبعا وفي هذا الحال الافضل هو دهان الابيض فاللون الابيض لا يمتص الحرارة ويعكس الحرارة فهذا بيكون اجراء اخر الموضوع الاخر في قضية المسكن انه احيانا نجد ان المسكن في تشككات يعني الجوانب الخلايا احيانا بتكون اما من ثلاث اجزاء او من جزئين فنتيجة التعرض الخلايا الى الامطار والى درجات حرارة عالية ودرجات حرارة مخفضة وفي ندى ورياح والاخره وشعة شمس بصير عنا انفصال ما بين هذه الجزئين المكونات لجسم الخلية من الخارج فهذا الانفصال هذا سيسمح بدخول الهواء اذا اذا دخل الهواء الى الخلية من غير فتحة السروح هنا ستحدث كارثة لانه درجة الحرارة بدت تكون في الخارج اكثر من 45 وبيكون الهواء ساخن تقريبا في نفس الدرجة يعني بيكون درجة حرارة الهواء 45 فاذا دخل الهواء في درجة حرارة 45 الى الخلية مهما حاول النحل التكييف ومهما بدل من جهد الى انه خفض درجة الحرارة سترتفع درجة الحرارة وسيهلك النحل او سيموت جزء كبير من النحل اذا لابد من انه تكون نتأكد في هذه الحالة من انه كل الشكوك الموجودة في الخلايا مغلقة بشكل كامل ما في هواء يدخل ولا في هواء يخرج من تشققات هنا وهناك واخص بالذكر هنا اخواني الكرام الزوايا الاربعة للصندوق احيانا الصندوق بكون فيه تسريب للهواء من الزوايا ولكن حتى النحل ممكن انه ما يلاحظه لذلك انا دائما بنصح بتركيب زوايا معدنية على الاربع زوايا ما نترك ولا الزاوية اولا منكون منمنع دخول وخروج الهواء من هذه الزوايا ثانيا منكون نحافظ على الخشب بحيث انه ما يصير فيه احنا منسميه الخشب بالوحي يعني بصير ميلان في الخشب وبيفتح هذا الخشب سواء خصوصا بالجزء العلوي من الصندوق بيفتح شوية عن بعضه وبصير وكأنه فتحات علوية فاذا تواجد شكوك وتواجد طيارات هوائية تتحرك في داخل الخلية اذا حتما النحل لن يتحمل هذه الحرارة وستكون نتائجها مدمرة على هذه الخلايا الامر الاخر اخواني الكرام لابد من توفير مصدر مياه نقي نظيف بارد قدر الامكان ما بدنا نقول بارد بارد ولكن بده يكون في عنا مصدر مياه قريب بحيث انه النحل لا يبدو الجهد في حالة انه بده يجلب الماء ما يكون في عنده مسافة طويلة حتى يطير لانه ما بيقدر يطير مسافة طويلة في هذه الحرارة العالية فبدنا نكون الماء قريب والماء لما بدنا ماء بارد اما مثلا في ناس بالجو لانه يعمله الماء وكأنه بشكل دوار يعني في مضخة بتسحب الماء وبترد بتعيدها مرة ثانية وبتكون وكأنه في شلال ربما هذا لا يتوافر للجميع فبتكون الافضل انه يكون في عندنا الماء موجود في مساحة كبيرة يعني اذا كان مثلا متر في متر مساحة اللي بيكون فيها الماء فبكون سطح التبخر كبير جدا فاذا ارتفعت درجة حرارة الماء بحيث انه يصبح ساخن فبتبخر هذا الماء وبالتالي يبرد الماء نفسه فكل ما كان سطح المعرض للهواء اكبر كل ما كان درجة حرارة الماء بتظلها تقريبا معقولة الامر الاخر اخواني الكرام نتحدث عنه في مواجهة هذه الحالة من الظروف الجوية القاسية انه بدكون في عندنا كثافة نحلية في الخلايا الكثافة النحلية هذه بدها تكون يعني فيها نسبة وتناسب ما بين ما في حجم الخلية وكمية النحل الموجود فيها فاذا كان مثلا في عندنا خمس اطارات في الخلية بد يكون في عندنا برضو مساحة الخمس اطارات الاخرى فارغة وبالتالي اذا النحل بده يعمل عملية تبريد بده يبرد المساحة كلياتها لكن عدد النحل اللي موجود في داخل الخلية كلتها هذه لا يسمح بتبريد او لا يكفي لتبريد المساحة الكلية من الخلية اذا لابد من ان يكون في عندنا شيء من التحييز على النحل مثلا بعد اثنين سنطين من اخر اطار منحط حاجز من الفلين حاجز من الخشب او بدنا يعني اي قاطع ممكن انه يحجز المنطقة المليانة عن المنطقة الفارغة حتى لو استخدم مثلا الغذائي الجانبية برضو ممكن انها تأدي دور يعني نحوط سواء انها ممكن هذا الغذائي الجانبية نضيف لها محلول سكري مخفف مثلا اثنين الى واحد ممكن نضيف فيها ماء فقط برضو بساعد على تبريد الخلايا التحييز مهم جدا بعض المعلقين او بعض المتحدثين في هذا الموضوع قالوا انه لا بدنا نخلي المنطقة الخلية كلها تمفتوحة اه انا مش مع هذا التوجه انا دائما سواء بقول دائما التحييز مهم جدا سواء في كان في حالات تطرف الحرارة سواء انخفاض او من ارتفاع التحييز مهم جدا مع المحافظة زي ما قلنا على نسبة وتناسب ما بين عدد الاطارات وعدد النحل الموجود عليها فمثلا اذا كانت درجات الحرارة منخفضة ودون الصفر مثلا فانا بكون بحاجة الى انه يكون اكثر من الفين نحلة على الاطار الواحد لكن في حالة ارتفاع درجات الحرارة فبدي انا اقل من الفين نحلة يعني ممكن الف وخمسمائة نحلة تكون بالواجب وما بدي احتكاك برضو ما بدي يكون في احتكاك وتلامس مباشر وضغط يعني النحل ما يلامس بعضه ويدغط بعضه لانه جسم النحل هو مشعل الحرارة ضغط النحل على بعضه بشكل كبير جدا ممكن انه يعطي حرارة عالية فبدنا احنا نحافظ على بين بين بدنا ناخذ الوسطية وكذلك يعني الحاجز اللي احنا بدنا نحطه الحاجز الجانبي ما بده يكون مسكر مية في المية لا بده يكون يسمح برضو اذا في عدد من النحل اللي لا يحتاج النحل على الاقراس انه يتوجه للجزء الفارغ من الصندوق بحيث انه يوفر مساحة ويعطي حرية للنحل اللي بيكون بعملية التبريد بانه يكون بشغله على اكمل وجه الامر الاخر هو امر مهم جدا انه لا يجوز استخدام المواد المكافحة للفرو مهما تكن هذه المواد لا يجوز استخدامها في درجات الحرارة العالية او درجات الحرارة المتطرفة فيجب ان التوقف دائما سواء كان في موجات الحر هذه او موجات مقبلة يعني بد يكون النحال ماخذ احتياطه اما ان يكافح قبل دخول هذه الموجات الحر او بعدها اما خلال موجات الحر هذه لا يجوز استخدام كل المكافحات مهما كان اسمها لانه درجات الحرارة العالية تساعد على تبخير المواد هذه المستخدمة في مكافحة الفاروة بشكل سريع او قوي جدا وسريع جدا فمما يؤدي الى نتائج عكسية قد تؤدي الى موت النحل لانه ما بتقدر الجهاز التنفسي انه يتعامل مع كل هذه الكمية المتبخرة من هذه المواد المكافحة للفاروة فيؤدي الى هلاك النحل او موت جزء كبير منه امر مهم اخر اخي الكريم انه لابد من تقديم المعلول السكري المخفف في حالة في حالة وجود درجات حرارة مرتفعة جدا لانه النحل لا يستطيع ربما لا يستطيع السروح لجلب الرحيق وربما لا يستطيع السروح لجلب الماء وخصوصا في فترة الظهيرة ممكن النحل ما يقدر يخرج من الخلايا نهائية فوجود المحلول السكري المخفف عندما يمتص النحل ثم يضع بالعيون الشداسية بده بتكون درجة الرطوب فيه مثلا خلينا نكون 200% فهو بده ينزل درجة الرطوب من 200% الى درجة 18% الرطوب هاي ومدا تروح بده تكون في جو الخلية الرطوب في جو الخلية بما انه النحل من ذوات الدم البارد عندما تلامس هذه الرطوب جسم النحلة ستشعر هذه النحلة بنخفض درجة الحراء او تبرد جسمها فلابد من تقديم المحلول السكري المخفف وان شاء الله يعني هيك بيكون بساعد على تبريد الخلية من الداخل حتى وان لم يستطيع النحل الخروج واحضار الماء فالنقطة الاخيرة خلينا نجمل الاجابة بالمختصر اذا يعني درجات حرارة مرتفعة ومسكن غير مناسب يؤدي الى هلاك النحل درجات حرارة مرتفعة وجوع او عطش او كثافة نحلية غير جيدة برضو ممكن انه يؤدي الى هلاك الخلايا برضو في انه نقطة مهمة جدا واللي شفت انه حالين السوريين عاملين مظاهرات عليها اللي هو السموم حرارة عالية وسموم او السموم سواء كانت درجات حرارة عالية او غير عالية فبالنهاية سيؤدي الى هلاك هذه الطوائف فالمختصر بالنهاية ان الحرارة لوحدها لا تقتل النحل او لا تؤدي الى انهيار او موت الخلايا بشكل كامل الا اذا صاحبها عامل اخر فاتني اذكر شيء مهم جدا برضو اخواني الكرام اللي هو عملية الكشف على النحل في حالة وجود درجات حرارة عالية جدا اذا كان لابد من انه نكشف على الخلايا ما بد يعني لما اروح ازور المرحل مش شرط اني افتح على كل الخلايا يكفي اني افتح على مثلا مجموعة معينة اربع خلايا خمس خلايا عشر خلايا حسب العدد اللي موجود عندك في المنحل اما بكون كشف مبكر او كشف مسائي بحيث اني يكون موجة الحر انكسرت يعني خصوصا يعني مثل الساعة بعد الساعة اربعة ساعة خمسة اللي هي العصر وقبل المغرب بتكون درجة حرارة انكسرت اما الكشف على الخلايا في ذروة الحر اصلا يعني بكون خطر على النحل والنحال بنفس الوقت ربما يتعرض النحال الى ضربة شمس قطودي بحياته فما بالك في النحل اذا الكشف على النحل يعني ما بدنا نكون ممنوع في ظل وجود حرارة عالية ولكن بدنا نقلل من عمليات الكشف قدر الان كان وان كان لابد من الكشف بدنا نستغل فترة انكسار درجات الحرارة سواء في الصباح الباكر او المساء وان شاء الله بهذه الاجراءات كلاتها اذا اتبعها النحال سيستطيع ان يتغلب على درجات الحرارة هذه والنحل ايضا يتغلب على درجات الحرارة هذه وتمر بسلام درجة الحرارة هذه اللي احنا مرين فيها لن تكون الاولى ولن تكون الاخيرة ما زال امامنا شهر تسعة وما زال امامنا شهر عشرة وربما في هذا الوقت احيانا بيحدث انها ما يسمي خمسينية الخريف او الاجواء الخمسينية اللي بتصاحب دخول الخريف وبتحصل انه بترتفع درجات الحرارة فيها بشكل متطرف وايضا بصاحبها هواء جاف ورياح شرقية جافة فلابد انه الحال دائما يكون مجهز مساكنه او مساكن النحل حتى تستطيع التعامل مع درجات الحرارة المتطرفة سواء كانت بالارتفاع او بالانخفاض ارجو ان اكون اذكرت عليكم اخواني وسام هنا على الاطالة التحياتي للجميع اشتركوا في القناة